السلام عليكم ورحمة الله بهذا السؤال فعن قطعة معدنية تخضع إلى قوتين وعزم مزدواج القوة الأولى مقدارها 320 نيوتون القوة الثانية 400 نيوتون والعزم المزدواج M مجهول القيمة وجهته بعكس جهة عقارب الساعة محصلة القوتين والعزم المزدواج M تمر من النقطة أو حدد قيمة العزم المزدواج M نبدأ الحل نتذكر أن العزم أو المومنت يساوي distance ضرب الفورس distance هي المسافة العمودية بين القوة ومحور الدوران ضرب القوة عندما ذكر في السؤال أن محصلة القوتين والعزم المزدواج تمر من النقطة أو أي أن المسافة أو distance تساوي صفر فإذا كانت المسافة أو distance تساوي صفر فإن العزم حول نقطة أو يساوي صفر بهذا الشكل MO يساوي صفر وهذا تكرار للشرح النظري نعوض في علاقة العزم محصلة العزم حول نقطة أو أقوم برسم مركبات القوة عندي هاي القوة تصنع زاوية مقدارها 60 درجة مع المحور الأفقي وهاي القوة عمودية نحو الأسفل نعوض في علاقة العزم MO محصلة العزم حول نقطة أو يساوي ناقص R1 ضرب 400 ناقص R2 ضرب 320 ضرب كوسين 60 درجة ناقص R3 ضرب 320 ضرب كوسين 60 درجة زائد M كل قوة مضروبة بالمسافة العمودية بينها وبين محور الدوران أو MO تساوي صفر لأن محصلة القواتين والعزم المزدوج M تمر من محور الدوران وبالتالي MO تساوي صفر المجهول في هذه المعادلة هو العزم المزدوج M نعوض قيمة R R1 هي المسافة العمودية بين هذه القوة ومحور الدوران أو 150 مليمتر ضرب كوسين 30 درجة هي المسافة العمودية قسمنا على ألف من أجل تحويل القيمة من مليمتر إلى متر ووضعنا أشارة ناقص لأن القوة تتحرك حول محور الدوران أو بجهة عقارب الساعة الجهة السالبة ناقص R2 R2 هي المسافة العمودية بين هذه المركبة ومحور الدوران أو وهي 300 مليمتر ضرب ساين الزاوية 30 درجة هذه المسافة العمودية قسمنا على ألف من أجل تحويل القيمة من مليمتر إلى متر ووضعنا أشارة ناقص لأن هذه المركبة تدور حول محور الدوران أو بجهة عقارب الساعة الجهة السالبة ناقص R3 قسمنا على ألف من أجل تحويل القيمة من مليمتر إلى متر ووضعنا أشارة ناقص لأن هذه المركبة تدور حول محور الدوران أو بجهة عقارب الساعة الجهة السالبة زائد M بما أن العزم المزدوج M بعكس جهة عقارب الساعة فهو في الجهة الموجبة وبالحساب يكون العزم المزدوج M يساوي 148 نيوتون متر كاونتر كروك وايس بعكس جهة عقارب الساعة الجهة الموجبة أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله